الخارجية الروسية وفي تقييمها لنتائج مباحثات الوزير سرغي لافروف مع نظيره الامريكي جون كاري في بروناي قالت ان الوزيرين اكداء على عقد المؤتمر الدولي حول سوريا دون شروط مسبقة وفي سبيل اطلاق المباحثات بين الحكومة وكامل قوى المعارضة من جانبه عبر لافروف عن قلق بلاده من تعزيز التنسيق بين مختلف فروع تنظيم القاعدة في سوريا واعمالها الهادفة الى تقويض كل فرص التقدم نحو السلام نافيا ان تكون لروسيا اي اهداف جيوسياسية في سوريا وفي حديث لصحيفة الخبر الجزائرية اكد لافروف ان روسيا لا توافق على وصف الاوضاع في سوريا وكأنها مواجهة بين القوى العظمة مجددا موقف بلاده الرافض لتسليح الدول الغربية للمعارضة السورية